هل الذرية مجرد وجودها نعمة؟ لا والدليل انشيب بعضكم بعض نعيونهم شيبهم وهم فقط لحيته من ملاحقة الذرية التي فرح بقدومها والبعض يريد أن يتزوج ولذلك البعض منا يجمع الريال على الريال ودوامات وجمع المال وتخرج من جامعات يريد أن يأنس يريد أن يكمل له الدين فإذا تزوج قرت عينه واطمعتنة نفسه فإذا أقبلت إليه زوجه سرته السؤال هل كل من تزوج سعد وانشرح صدره وهل كل من أنجب كان أبناؤه قرت عين أم أن بعض الأبناء يقورون العين وبعض النساء ما أصلحهن الله ومن هنا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه وقفه هو يريد الذرية ما لصلاح الزوجة من دخل ما دعا بصلاح الزوجة يريد ذرية لأن الله لو أعطاه ذرية دون أن تكون المرأة صالحة صارت الذرية عذابه وصارت المرأة همه ولذلك بعضنا معاشر الأحباب والله في هم وفي ضيق نعم يضحك خارج البيت فإذا أقبل على البيت كشر وكثر كيف؟ هذه مدينة السعادة وهي بيوتنا الله عندما جعل لنا من أنفسنا أزواجاً قال لتسكنوا إليها فهل سكن بعض الأزواج؟ لا لأن الله ما أصلح له زوجه بذا تكلمنا عن نداء زكريا عليه السلام وهو يريد الولد ويستجيب الله له بأن يعطيه الولد ويعطيه صلاحة ذرية قال بعض أهل العلم إن صلاحة زوجة زكريا نعمة أعظم من موهبة يحيا نعم ألي الآن قتلوا في صفاتنا أو في ساحات القصاص ألم يذلوا آباءهم عندما قتلوا وأتى سيف العدل ليقتص منهم ويزيل الرؤوس من الأكتاف أليس الأب يبكي ويتمنى يا ليت الله ما عطانيه دامه بلاني به في المصائب والمشاكل أليس كذلك؟ بعضهم الآن يقول يا شيخ والله قبل زواجي كنت سعيداً ويوم تزوجت سكر ضغط كوليسترول اكتئاب قلق توتر ضيق ديون هموم والسبب أحياناً تكون من الزوج هو ما أصلح نفسه فما صلح الذرية أنظر